نتواجد الآن في الخطوط التماس الأولى لقوات الجيش الوطني في الجهة الشرقية من مدينة تعزيز الأماكن التي شهدت أعنف المواجهات في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم بعد محاولة الميليشيات الانقلابية شن هجوم عنيف تحت تغطية نارية مكثفة وقصف مدفعي على مواقع تمركز قوات الجيش الوطني إلا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لهذا الهجوم العنيف ومحاولة التسلل التي قامت بها عناصر الميليشيات الانقلابية للسيطرة على هذه الأماكن في هذه الأماكن بالضبط دارت المواجهات العنيفة وتمكنت قوات الجيش الوطني من دحر عناصر الميليشيات الانقلابية التي حاولت السيطرة على هذه الأماكن وتحقيق انتصاراتها في الجهة الشرقية من المدينة تلاحظون أيضا في الجهة المقابلة معسكر التشريفات والذي تسيطر الميليشيات الانقلابية على الأجزاء الأخيرة منه فيما تسعى قوات الجيش الوطني من وقت إلى آخر شن عمليتها العسكرية لتحريره من قبضة الميليشيات الانقلابية وأيضا إجبارهم على توقف الهجمات التي يقومون بشنها من وقت إلى آخر على موقع تمركز قوات الجيش الوطني أيضا أفادت المصادر العسكرية في قيادة قوات الجيش الوطني بأن قوات الجيش الوطني تمكنت من تكبيد الخسائر الفادحة لعناصر الميليشيات الانقلابية الذين حاولوا التسلل بالأمس فيما لا زالت جثث بعض قتلى الميليشيات الإنقلابية تتواجد في آخر الخطوط الأمامية للميليشيات الإنقلابية ولم يتمكنوا من سحبها حتى هذه اللحظات حمزة أمين قناة بلقيس من الجهة الشرقية لمدينة تعز